اشتركوا في القناة نعم بيستدعو التدخل الخارجي هل اليوم نحن بحاجة لمثل هذا التدخل لدفع الامور الى الامام بعتقد كل ما بيزيد فتر عمر الفراغ بيكون ربطنا لبنان بملفات المنطقة لو اجرينا انتخابات من سنة ونص كان استحقاق لبناني اليوم لم يعد حزب الله بحسب وليد شئير ما كتب اليوم بالحياة يتشدد بالحوار وخارج هذا الحوار لريبته من التوظيف الامريكي للحراك الشعبي لدفع الامور نحو انتخاب رئيس للجمهورية لانه لو اليوم اجوندة حزب الله هي اجوندة لبنانية يعني ما ممكن حدا يقدر يقبلها بالمنطقة انه هناك تنظيم مسلح ميليشيا مسلحة تقاتل في سوريا واليمن والعراق وتمسك بالملف اللبناني وبتعطي الانتخاب الجمهوري ومنجي منقول انه هذا ليس جزء اولا من الصراع الايراني الايراني نعم في سوريا هناك حديث عن تسوير عن مرحلة مبعد الحوثيين في اليمن في ورقة اساسية يمسك فيها حزب الله هي ورقة ملف اللبناني وبالتالي تمسك فيها ايران في لبنان تنازل عننا منه تنازل سهل البعض في وجهة نظر دكتور فخر الدين بتقول انه بما انه هذه الورقة هي الاسهل قد تكون ايران بدأت تعبر عن حسنية بالنسبة للملفات والاوراق الاخرى ويبدأ الحل فيها في رأي بيقول العكس حضرتك مع اي رأي قد تكون لا جزم حاليا لانه ديل ازنات ضانيت يعني بعد ما تم التفاصيل الاتفاق النووي لا لا نحكي الاتفاق السياسي بالمنطقة الاتفاق النووي سلك طريق سعود الايراني بشكل ادق سعود الايراني الامريكي التركي يعني شكل المنطقة الجديد في موضوع العراق في قبول بالايرانيين بهزيمة الجناح المتشدد الايراني بالعراق هزيمة ضخمة كمان هذا الجناح اللي بيدعم حزب الله مش الجناح اللي براء اللي بيدعم حزب الله اي اولوية لبنان في الحال مش واضحة ولكن بالحالتين نرجع للي كانت ما قال لي عم بناء الانتخابات الرئاسية في لبنان لم تعد شأنا لبنانيا علما انه اللبنانيين اذا بدهم ينتخبوا رئيس توافق ما حدا بيقدر يمنعهم ولكن هل يستطيع اليوم حزب الله ياخد ارار مستقلة عن وضع الاقليمي ويذهب الى جلسة الانتخابات وينتخب اي جمهوري دولت الرئيس نعم دولت الرئيس فريد مكاري كمان اليوم بيقول بحسب جريدة الحياة انه هالموضوع يحتاج لتوافق ووفاق خارجي واذا ارر اللبنانيين ان هذا الاستحقاق اللبناني يمكنهم انتخاب رئيس بالصناعة لبنانية دون تدخل خارجي اي رئيس اليوم برأيك يناسب او يريده حزب الله اليوم لا احد حتى العماد عون اي اكيد هو هو يريد جنرال عون كسبب من اسبب التعطيل انا اذا في اتمسك بمن بطرف في لبنان ذكر ان احنا ما كان عنا رؤساء طرف في لبنان منذ زمن طويل يعني يمكن الرئيس الطرف الوحيد اجي على لبنان كان مرتين بعد الثورة والانتفاضة الشعبية ضد رئيس بشارة الخور واجي رئيس كامل شمعون وبعد اشتريح بيروت واجه رئيس بشير جميل فرئيس عميد جميل بس هالحالتين اللي حدث فيهم رئيس كان طرف اليوم الوضع بيشبه تلك المرحلتين بشكل او باخر لا 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 يمكن ان يكون في هذا الواقع السياسي رئيس طرف في لبنان الرئيس في لبنان هو جامع للاطرف اليوم مش ممكن البلد المجلس النيابي مش البلد خلينا نحكي المجلس النيابي هو قوتين هو قوة تسمى 8 ادار وقوة تسمى 14 ادار 8 ادار عنده مرشح او جزء من 8 ادار عنده مرشح وجزء من 14 ادار عنده مرشح معلن وفي عنده اسماء من 14 ادار اخرى مثل رئيس جميل مثل الوزير بطرس حرب مثل الاخرين وبتمان ادار عنده مرشح معلن اول اكيد ممكن رئيس بري عنده تحفظ على هذا المرشح اسمه مش نعون في مرشح تاني هو الوزير فنجي وبين هناك بتاع في النقاش سياسي دور حول مجموعة من الاسماء اللي هي مقل علاقة بهؤلاء الاسماء الاربعة الاربعة الكبار الاقوية نعم وهذا كلمة كمان بحاجة لتصني شيء اقوية الديار بموضوع الرئاسي اليوم بتسأل عن السر بين كاري ولفروف وزيري خارجية امريكا وروسيا تسأل هل هذا السر اعتراف امريكا الاعتراف ببشار الاسد مقابل ان يسمح الاسد بانتخاب رئيس للبنان بعده الرئيس الاسد بيقدر يمنع او يسمح الانتخاب رئيس لبنان هذا بس بالديار طالعا لما يكون وجوده هو موضوع النقاش اليوم نعم وجوده وصايا النقاش انتقل من وجوده بشكل عام الى وجوده في الفترة الانتقالية لما هو عم بيفاوض على وجوده في الفترة الانتقالية ما بقى عنده ادرة يفرد شروط اخرى هو عم بيفاوض على نفسه اليوم الموضوع ما له على حلفاء ما بيكون عنده مثل هذه الكدرة غير مباشرة يعني دكور مخددين لا يعمل ما عنده حلفاء الجنرال عون بشار الاسد ما بقى منه حليفه حزب الله منه حليفه حزب الله هو الجناح ايراني منه حليفه عندما راح ليفاوض صارت الصرم بيار القرى الشيعية المحاصرة من قبل جيش الفتح بالشمال التفاوض على وقف اطلاق النار لم يتم مع الجيش السوري مقابل وقف اطلاق النار في الزبداني تم مع الايرانيين مباشرة مع اودياء الامر البعض يقول ويحلل انه طلب التدخل الروسي المباشر من قبل بشار الاسد مش لقتال المعارضة لوقف المد الايراني وسيطرة حزب الله على الدولة السورية حتى رفض يبدو مهر الاسد ان يكون جهاز الامن الخاص برئيس السوري هو جهاز ايراني وصل الى هذا الحد ما عنده قدرة بشار الاسد اليوم اكثر منه يقتل شعبه يعني فيه بعض براميل متفجرة بس اكثر من هيك ما بيقدر ولكن يصنع اي جمهوي هو غاق طالما عم نحك عن الموضوع السوري كاريكاتور حسن بلايبل بجريت الديلي ستار وتحت عنوان هدنة رسم حمامة السلام تحاول عبثا الهبوط على نبتة صبير برزة اشواك وهي تمثل كلمة سوريا شو ما صير برأيك يعني الافق بالازم السورية هل هو مفتوح الى تسويات الى حين تسويات معلق هل هو معلق بمرور التفوق الاتفاق النووي الايراني الامريكي مروره النهائي بالكونجرس وبعدين بيمشي بيمشي التسويات بسوريا في علاقة يعني بين العدوان في علاقة هل هناك السؤال دائما هل هناك كان اتفاق اخر يصنع رئيس الايراني ووزير خارجياته بعيدا عن المرشد والحرس السوري هذا سؤال بتصور بلاش عمين كتب عليه كثير بالعالم يعني وكان في جنحين في جنحين في جنحين ام في توتيع ادوار لا في سراع في سراع على السلطة وفي سراع على الانتخابات وهذا السراع ذكر قبل ما يبدأ يعني بعد ربيع بيروت وقبل ما يبلش ربيع العربي اللي بعد مصمم على تسميته ربيع عربي في في ثورة الخضراء في تهران فإيران مش جعي من فراغ مش جعي الواقع في إيران من فراغ في إيرادة شعبية بإيران رافضة انه يكون الشعب الإيراني يدفع ثمن مغامرات او الحلم الامبراطوري من شنهكي يقال انه يمكن مهمة الاتفاق النووي بالكونغرس اهيا بكتير من ما ستكون عليه بإيران طبيعي ومدوره خاصة انه في إيران بعد المتشددين في المجلس النيابي بيحكوا عن الأجندة الخفية وطلبوا بإبراز الاتفاق المعلن ونحكى كتير عن هذا المجال الصحافة العالمية حكيت عن هذا النقاط ولكن رغبة إيران في دخول منتدى العودة إلى جلوس على الطاولة في العالم كمحاور سياسي قوي نعم بيعني تخلي عن بعض أشكال العنف غير المباراة وهي ستدخل بتسوي يعني الإيرانيين بنظر بيدخلوا بتسوي نزع أذرعتها السياسية بتقصد من المنطقة لا تسوي نزع تسوي ما حدث في العراق ما نوتو ستيل يعني اللي حدث في العراق تم استقصال المقاربين يعني المرجعيات الشيعية مع الثورة ضد من هم مقاربين من الحياة الثورة كمان منو تفصيل يعني ما يحدث في العراق منو تفصيل هزيمة المشروع الإيراني في اليمن كمان منو تفصيل هزم المشروع الإيراني في اليمن هل انتصل المشروع الآخر على وشك بس بالمبدأ هذا يعني تذكر تطلع الصورة كيف كانت من أقل من ستة شهر كانت جناح الإيراني في اليمن عم بيسيطر حتى ع عدن ويعلن السيطرة الكاملة اليوم أصبحت المعارك داخل صنعاء يعني بدأ الاشتباكيات بين بعضهم وبدأ الدخول على جزء أكبر من اليمن وانتقلنا من مرحلة المد إلى مرحلة الدفاع عن بعض معاقله وهذه لن تستمر طويلا وواضح جدا من وطيرة المعارك العسكرية عدم القدرة بالاستمرار طويلا بهذه المعارك أكيد الحل في اليمن نعم يبدوا اتفاق سياسي مثل ما الحل في سوريا بدوا اتفاق سياسي بهذا الموضوع دكتور وليد فخر الدين منصر حركة اليسار ديمقراطي وصلنا لختام الحلقة وختام وقتنا بدأ أشكرك شكرا جزيلا أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة